عندي مجموعة من السنديق كل صندوق هفتعوا لحضرتك واطلع منه حاجة وتبتل تتكلمني عنها بالتفصيل الصندوق الأول صندوق فيه علاج هو علاج نجح أو حقدم أشياء ملموسة في عالم الجلد في عالم الشعر هي العلاج بالبلازما والبي أربي في عالم الحقن الخاص بالبلازما والبي أربي في الضعف الجنسي رأي سيادتك وقعية هذا العلاج إيه؟ أشكر حلاك جدا على السؤال ده لأن ده فعلا بيتساءل يوميا وعشان نفهمه صح لازم نجيب الموضوع من بدايته وعشان نستفهم أساس الموضوع إيه لو خدنا عين الدم من أي شخص ولفناها في جهاز الطرد المركزي العينة دي هيبقى فيها طبقتين طبقة في القاع عبارة عن خلايا الدم الحقيق كرة الدم البيضاء والحمراء وطبقة في القمة هي عبارة عن سائل الدم اللي بنسميه البلازمة كلنا نعرف هذه المعلومة ودي حاجة مش غريبة لكن تحديدا في سنة 1970 كان فيه باحثة أو تعتبر رائدة لمجموعة من الباحثين في إسبانيا اسمها إيزابيل أنديا إيزابيل أنديا لحظت ملاحظة غريبة كلنا لاحظنا أن البلازمة اللي موجودة في الصورة قدامنا فيها طبقة خفيفة من أعلى وطبقة داكنة أسفل يعني نقدر أن نقول مختلفة فيها طبقة علوية مختلفة عن الطبقة السفلية لفت انتباهها أنها تبحث في الطبقة دي عبارة عن إيه وأهميتها إيه وتستخدم في إيه فبحثت في هذا الموضوع لقيت أن الطبقة دي غنية جدا بما يسمى بالصفائح الدموية أو البلاتلت فسمت الطبقة دي اسمها بلاتلت ريتش بلازمة والطبقة اللي فوقها مفيش فيها صفائح أو فقيرة جدا بهذه الصفائح الدموية فسمتها بلاتلت بور بلازمة يبقى الكلام دا أول اكتشاف لفكرة بلاتلت ريتش بلازمة كان سنة 1970 تحديدا طب إيه أهمية الموضوع دا أو استفادت منه هذه الباحثة وكانت نيوكليس للعديد من الأبحاث العلمية فيما بعد قالت والله أن هذه البلازمة هي أساسا من المواد التي تستخدم لإيقاف النزيف سرومبوسايتس يسميها سرومبوسايتس البلاتلت اسمها العلمي سرومبوسايتس فبدأت تستخدمه والله إذن إحنا ممكن لو خدنا هذه الطبقة اللي فيها تركيز البلاتلتس أكتر من 100 ضعف تركيزه في البريفرال بلاد أو في الدم اللي بيجري فيه في عرقنا بصفة عامة يبقى دي أنا ممكن أستخدمها في إيقاف نزيف أسناء إجراحة وفعلا طبقت في هذا الموضوع من 1970 تحديدا زاد بحث هذه الباحثة والمجموعة اللي معاها أكتر وأكتر وقالت والله إحنا اكتشفنا إن البلاتلتس فيها ما يسمى بالجروث فاكتورز اللي هي عوامل النمو اكتشفنا إن فيها ما يسمى بالفايبرين اللي هو بيساعد برضو إن أنا أكون أنسجة أو إن أنا ألتائم لتائم جر أو العلاج لبعض المشاكل للتهابات فبدأ من سنة 1980 تحديدا تستخدم البلاتلت ريتش بلازما أو الـ PRP في علاج مثلا الناس اللي عندها التهابات في المفاصل استخدمها تكاترة الإعظام في أغلب تخصصاتهم الحقن في المفصل واستخدمها في التهابات إلى آخره والغضاري في آخره تطور الأمر قال بقينا نستخدمها حتى كمان مش بس كده في 2006 تحديدا بدأت استخدم في زراعة الشعر وتطور استخدامها في العديد من التخصصات في الطب ومنها البعض تطرق لنقطة في غاية الأهمية في تخصصنا احنا في أمراض الزخور احنا سنة 1998 تحديدا حصلت طفرة في علم الزخورة باكتشاف الفياجرة قبلها احنا كنا تقريبا في زي ما يقولوا في سبات عميق لأن احنا وقفنا عند ما وصل إليه القدامة من أن وسائل الضعف الجنسي الموجودة وقتها كانت وسائل للأسف غير فعالة كانت بتخلي الناس ترجع للدجالين زي ايه؟ كان لا يوجد وقتها إلا الحقن الموضعي أن احنا بنحقن مادة البروستاج لندن في العضو نفسه أو أن احنا نستخدم جهاز السحب اللي هو بنسميه جهاز سفريغ الهواء أو البعض كان يقول والله لما كنا بنلاقي أوردة في ناس عندها تسريب وريدي طبعا كانوا بيكتشفوا بالأشعات قالوا احنا بنربط الأوردة ده لا كانتش يوجد غير هذه الثلاث وسائل وقتها فطبعا الثلاث وسائل دول ما كانوش بالفعالية التي تفي بالغرض علاج الضعف الجنسي فكان المريض لايء الطبيب عاجز أساسا فكان بيلجأ لوسائل أخرى غير الطب لما جئنا في 98 تحديدا 1998 ميلادية وظهرت الفياجرة كانت أمل وبشرة كبيرة جدا ونعتبر نقطة تحول بالنسبة لنا في طب الزجورة إن احنا لقينا للناس علاجة عبارة وديت اتخذ عن طريق الفم فالموضوع بالنسبة لهم كان أمل كبير لم يعني زي ما بيقولوا ما الحقناش نفرح بهذا الموضوع إلا وظهر بعدها فترة قلنا والله يا الله بس الفياجرة ما بقيتش تناسب كل الناس في ناس معينة لا يناسب هذا العلاج الدوائي أو مش فعال أو ما بيجيبش معاه نتيجة رجعنا تاني للمربع صفر نقول طب وما هو الحل في هذه الفترة تحديدا ونقدر نقول في بداية 2010 بدأت الناس تتكلم طب وينوت إحنا ليه ما ناخدش البلازمة نحقنا أنا عايز أستخدم هذه الوسيلة في طب الزجورة زي ما استخدمتها التخصصات الأخرى ونستفيد من البلازمة البلازمة طيب بس حطوا مواصفات للناس اللي احنا نستخدم فيهم هذا العلاج قالوا يشترط لهذا الشخص الذي تجرى عليه حقن البلازمة في العضو ما يلي قال لا يكون مصابا بمرض عضوي يعني ما يكونش عنده مثلا قصور في ضخ الدم للعضو أو يكون عنده تسريف في الأوردة أو تكون الأنسجة نفسها فيها مشكلة وتقول لي أنا هبدأ أعالجه بالبلازمة لا ما ينفعش ما هو واشد الشخص اللي مصف له البلازمة ويكون هذا الشخص خد الفياجرة أو الوقتها ما كانش فيه إلا الفياجرة خد الفياجرة ولم يستجيب له ساعتها أنا كدكتور مش هارف أعمله إيه طيب أجرب معه البلازمة خلي بالساعتك من كلمة أجرب معه نحن لسا لم نعترف بها كواسير التعلاق لكن بدأت التجربة من هذا الوقت تحديدا أننا نشوف تأثير البلازمة عند الشريحة من الناس دي أنا بلكو الدكتور محمد بيحكي لكم قصص التاريخ التاريخ قصة الزمنية للي حاصل مع البلازمة ده حكايات وراء بعضها مظبوط بأنه فبدأنا نستخدمها على سبيل التجربة ونحقن الناس دي بالبلازمة ونشوف النتائج إيه للأسف الشديد البعض من الأطباء اللي لم يكن الغالبية العظمة لم يقصر العلاج على الفئة اللي احنا اخترناها بقى يستخدمها لأي حد عنده ضعف انتصاب حتى ولو كان عنده مرض عضوي يعمل الأشياء يلاقي فيها قصور فيه داخل ده يقوله حقينه بلازمة طبعا هي مش دي الشريحة اللي ينفعها البلازمة فيه عنده مثلا تسريب والدي وحقينه بلازمة ممنفعش لكن لما خدنا الناس اللي هي مشيت على البحث صح وتم رصدها في العالم كله تم رصد 683 مركز في العالم يجري هذه الوسيلة من العلاج كلام ده نشيره في مجلة الطب الجنسي سنة 2011 سري 2021 يعني السنة دي في شهر إبريل 2021 وقالوا والله إحنا ملقينا في 683 بحث في العالم بيكلموا أو مركز في العالم بيستخدموا هذه الوسيلة كعلاك وعايزين نعرف نتائج هذه الوسيلة إيه في الأول أول ما طلعت هذه الوسيلة قالوا والله إحنا هننتظر إحنا لسه ما زالت الأعداد قليلة وما زالت النتائج لم ترصد ومتابعة المرضى كانت غير كافية خالصوا في النهاية على إن إحنا لقينا الكلام ده 2021 شهر إبريل مجلة الطب الجنسي قالت أن ما زال الPRP أو العلاج بالبلازمة ما زال بالنص زي ما كتبه ده من عشاشة ما زال تجريبياً يعني حتى هذه اللحظة لم يعترب به كوسيلة علاج للضعف الجنسي لم يعترب به كوسيلة علاج للضعف الجنسي ولم يأخذ موافقاً ما زال تجريبياً ما زال تجريبياً يعني كل اللي بيعملوا دول تجارب السؤال بقى أنا كدكتور إزاي جيني مريض وأنا عارف مسبقاً أن أنا بجرب عليه تجربة وأجي أقنعه أن هذه الوسيلة هتغنية عن الجراحة أو عن الدعامة أنا كده بحميه أنا بهربه من الجراحة بدخله في وسيلة آمنة وأنا ما بتعبكش في حاجة وفيهش مضر عليك أنا بأخذ من دمك عادي لا فيها أي مضاعفات ولا فيها أي مشاكل عليك هحقنك بهذه الحقنة مثلاً مرتين أسبوعياً لمدة 3-4 زمن ويا سيد ما جابتش نتيجة ابقى ساعتها نلجأ للدعامة يا دكتور أنت تعلم مسبقاً أن هذا المريض غير سيوتابل غير مناسب غير مناسب لأسيب وصيلة بالإعلامة هو بيشتبع التقرير بتاعه أنه هو مناسب هو مريض عنده تصالب شرعين عنده التهاب في الأعصاب عنده تسريب وريدي بقى غير مناسب للبيئة أبي بزبط أنت اخترت اختيار خاطئ وتعلم مسبقاً أنه خاطئ تكلف مريضك ليه وتضيع وقته ليه عشان في الآخر بعد مغلسه اللي شوفت بقى أمشي احنا قلت لك من الأول خلاص بقى تعالى نخش على سكة الجراحة تخيل تخيل سيارة تسير بالبنزين وانت مصمم وصل لها فيش عمل تحطها في الكهربا وعندك أمل لا تشحن بالكهربا هي مش عربتك عربا ده الدماغ بقى ده زي تشبيه تأكيد وما يا الأسف يحزن أنه بيقوله الله ده فيه مراجع علمية في الموضوع ده احنا ذكرنا اللي أنا ذكرناها ده ونرجع تالي للريفرنس ده ما قال الطب الجنسي عملت ريفيو الريفيو عند الباحثين يعني أن أنا جمعت كل ما كتبه وما قيله عن هذا الموضوع وتابعته ببحث ببحث وخالصت في النهاية إلى هذه الجملة أنها استيل إكسبريمنتل ما زالت تجريبية ولم يعترب بها كوسيلة علاق حتى اليوم وليس من الصواب أن أنا أقنع مريدي بذلك إمتى أستخدمها لما يجي لي مريض فيه المواصفات اللي ذكرناها ويكون فيه مركز بحث علمي مش فيه عادات خاصة والمريض ما يدفعش فيها ملين بل بالعكس أنا ممكن أدي له حاجة أنا باستخدم مريض دلوقتي بجرب عليه بدل ما أنا أستنزفه مديا في هذا الموضوع لا ده المفروض يكون له زي ما يقوله عروض أنا والله أعمل لك حاجة مجانية أعمل لك كذا هو بحث علمي هو متطوع هو مريض متطوع لفكرة بحث علمي ربما تكون عندنا أمال أنها تتحقق بس الغالي دلوقتي هل هي شروط أنه لازم المريض ما يكونش عنده مرض عضوي ما يكونش عنده نقص دموي واصل ما يكونش عنده التهاب في الأعصاب الترفية ما يكونش عنده تسريب وريدي بالضبط كده في حاجة عضوية عنده ويكون إحنا جربنا مع العلاج الدوائق ولم يستجيب فسعية إحنا بقولوا لو نجرب الوسيلة دي يمكن يمكن ده في الأول أول ما طالت 2010 لكن بعد ما أجربت ما بقاش كلمة يمكن دي ورده خلاص لم يستجيب لها الناس خلاص وبعدين الأهم من كده إنهم بيقولوا الناس دي وسيلة علاج الكلام ده غلط هي مش وسيلة علاج حتى لما اخترعت والناس اللي شغلوها في 683 مركز في العالم ما قالوش نحن ستضمك عليك قالك ده إحنا بنستخدمها عشان تحسن طبيعة الأنسجة تخليها تستجيب للعلاجات المعترب بها زي الأدوية عائلة اللي يجروا ومشاركة آه يعني هي محسن نسيجي بالضبط كده محسن نسيجي تحسن حالة المريض للاستجابة للأدوية يعني ما هياش دوة وما هياش علاج لأ تحسن الاستجابة حتى يستجيب المريض الأدوية المعتربة حتى لو اعتبرنا أنها جوز مساعد في العلاج أجوفين ثرابي يعني حتى لو اعتبرناها كده هي ليه هالمريض الخاص بيها اللي برضو كل تحت إطار أنها ما زالك تحت التجارب تحت البحث العلمي إحنا دايما نقول أن الأبحاث العلمية نشكر من قام بها حتى ولو لم نصل إلى النتاج اللي هو ذكرها فإحنا يكفينا أن هو الرجل يعني فكر ورأى مثلا حاجة معانا وأراد تطبيقها لعلاج مشكلة فلو لم تنجح كلمة أنه نقول لم تنجح هو خد عليها جايزة لأنه هو وصلنا لمعلومة ما تجربوش هذا الموضوع لأنه فعلا أساسه سليم وعلمي لكنه حينما جرب لم ينجح فهو كده أفدنا وقدنا معلومة مفيدة الضلال كله أنه أنا أعرف أنها لا تنجح واستخدمها هذا هو التطبيب وهو اللي جاب الجهاز دو اتورد فيه للأسف يعني ما أدفع في جهاز والجهاز ما بيعملش النتائج للأسف يعني الحالات ترعان لكن اللوت أصار جنبية هو لأنه هو بيجرى بدرجة بسيطة يعني لم تذكر حتى اليوم حتى يعني زي بيقوله دايما في الأبحاث أنها قليل جدا ما ذكر عنها من ناحية النجاح والأعراض الجانبية إلى آخره لم يسجل عنها حتى اليوم من له أعراض الجانبية لكن هي الفكرة فكرة أنا بضيع وقت العيان وأنه بضيع فلوسه على الفاضي يعني أنا عمال أقوله كذا وأنا مقتنع من جوايا أنها مش نفعة وعمال أتوه ومرجحه مرة موجات صدمية مرة بلازمة مرة مرة وفي الأخر خالص أقوله شفت بقى إحنا قلنا نجرب معاك عشان نجنبك الجراحة يا أخي وفي الأخي برضو تطير تعمل الجراحة طب ما تكمل أول يعني أنت كده بيتهيالك أن أنت بتقييم يعني الجراحة ديك حاجة يعني خلاص عذاب وقال يعني أنا حخايف عليك أنت مش خايف عليه أنت بتضلله عميدا متع عميدا هو للأسف النتيجة في النهاية أنه المريض بيفقد ثقته في المجتمع الطبي أو في النظام الطبي الخاص به ده وبيبقى نتيجة وخيمة لأنه ممكن أول مريض يرفض أي علاج بقى عرصة أنا مش مهما هو بيشوف واحد يعني إحنا لو قلنا فيه تلات عينين تلات عينين واحد منهم هيفضل ماشي على الحاجات دي إلى أبد الأبدين بقى لغاية لما يعني يعني هيعمل إيه باشي على العلاج وخايف يعمل جراحة لأنه خوفوه منه بالظبط عيان تاني هيتحول أه يقولك لا تماشي بس بعد ما صرف فلوسه وبعد ما ضايع وقته وبعد ما بوز حاجات كتيرة في حياته يروح يعمل مثلا الحل الجراحي مثلا يعني في عين تالت هيسيب ده وهيسيب ده وخلاص ما ليش جاوب الطباء أنا هعيش على هدور بقى على الوصفات الطبية أو ما جربش أي حاجة خلاص خلاص أنا عزل هذا حصل فعلا يعني موصلوا الناس لليأس بعض الناس إه إنت بتقول يميل وده بيقول شمال تبقى أنا مريض أعمل إيه أمشي معاك ولا معاه حيرتوني